موسيقى أعلن تحالف دعم الشرعية عن مصرع ثمانين من عناصر ميليشية الحوثي الإنقلابية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقال التحالف أنه نفذ 22 عملية استهداف آليات وعناصر الميليشيات في الصرواح والبيضاء والجوف لافتا إلى أن عمليات الاستهداف شملت أيضا تدمير 19 من الآليات العسكرية التابعة للميليشية الحوثية الموالية لإيران شهدت أجبات الجوبة جنوب محافظة مأرب معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشية الحوثي الموالية لإيران خسائر بشرية ومادية فادحة بنيران أبطال الجيش والمقاومة وغارات طيران تحالف دعم الشرعية وقال مصدر عسكري للمركز العلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش والمقاومة شنوا هجوما استباقيا على مواقع معادية تمكنوا خلاله من تدمير قدرات الميليشية الحوثية وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية بين قتيل والجريح بينهم قيادات ميدانية وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للميليشية وتدمير عربة مدرعة وعدة أطقم بما عليها من عتاد كما استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشية الحوثية في مناطق متفرقة جنوب مأرب ألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تمكنت قوات المقاومة التهامية خلال الساعة الماضية من استعادة مناطق واسعة من مديرية التحيطة جنوب الحديدة بعد معارك عنيفة مع ميليشية الحوثي وقالت مصادر المحلية أن قوات من ألوية المقاومة التهامية تقترب من استعادة مركز مديرية التحيطة بعد أن حررت مواقع واسعة من المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة وأضافت المصادر أن المقاومة التهامية تخوض معارك عنيفة ضد ميليشية الحوثي مشيرة إلى أن عشرات الحوثيين قتلوا وأصيبوا خلال المعارك وتأتي هذه المعارك عقب انسحاب القوات المشتركة من محيط مطار الحديدة ولمسافة تزيد عن 110 كم جنوبا أقدمت ميليشيات الحوثي الإنقلابية عن تفجير أربعة منازل في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الريف الغربي لمدينة تايز وقالت مصادر محلي أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية فجرت أربعة منازل بشكل كلي في قرية بيشعاء التابعة لمديرية جبل حبشي غربي المحافظة وأضافت المصادر أن عشرة منازل أخرى تضررت من انفجارات لافتة إلى أن المنازل التي فجرتها الميليشيات تعود لمواطنين يأتي ذلك بعد نحو إسبوعين من مواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الإنقلابية شهدتها ذات المنطقة الواقعة غرب المدينة انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 1565 لقما خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2021 والتي زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات ليرتفى عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 3008 ألغام مشيرا إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن 287 ألفا و 645 لقما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحظ المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن موسيقى 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 موسيقى